بسم الأبي والابن والروح القدوس إله واحد أمين يا رب الرحم يا رب الرحم يا رب بارك أمين المجد للأبي والابن والروح القدوس الآن وكل وقت وإلى زمان الأزمنة أمين صيرنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي بالسماوات ليصر طاهرا اسمك لتجئ مملكتك مشيئتك لتكن كما بالسماء وعلى الأرض خبزتنا التي للغد منحنا اليوم واغفر الذي علينا لنا كما أيضا نغفر الذين لنا عليهم ولا تدخلن في تربة لكن جن من الشر بخريستوس إيسوس ربنا لأن لك المملكة والقوة والمجد إلى الأبد آمين لنشكر عامل الخير والرحيم الله أبى ربنا وإلهنا ومخلصنا إيسوس بخريستوس لأنه سترنا أعاننا حفظنا قبلنا شفق علينا ساعدنا جاء بنا لهذه الساعة هو أيضا نتوسل إليه لكي يحفظنا بهذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل رب إلى هنا أيها السيد رب الله ضابط الكل أبى ربنا وإلهنا ومخلصنا إيسوس بخريستوس نشكرك حسب كل شيء ومن أجل كل شيء وبكل شيء لأنك سترتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا شفقت علينا ساعتنا جئت بنا لهذه الساعة لذلك نتوسل ونتضرع إلى صلاحك يا محب الإنسان ابنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس أيضا وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الصطناس المشورة التي لناس أردياء والقيام الذي لأعداء الخفيين والظاهرين انزعهم مننا ومن كل شعبك ومن هذه الإكليسية ومن مكانك المقدس هذا الجيد والنافع هبه لنا لأنك هو الذي أعطيت السلطان لنا أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو ارحمني الله حسب رحمتك العظيمة وحسب رأفاتك الكثيرة تمح إثني اغسلني بالأزيد من إثني وطهرني من خطيتي لأن إثني أنا أعرفه وخطيتي أمامي في كل وقت أنت وحدك أخطأت لك والشر عملته أمامك لكي تتبرر بكلامك فتغلب عند محاكمتك لأنها بآثام حملبي وبخطايا أمي اشتاقت لي لأنك ها أحببت الحق الخفية وغير الظاهر من حكمتك أخبرتني به رش علي زوفاك أطهر اغسلني أبيض أكثر من ثلج اسمعني تهليلا وبهجة تتهلل عظام المتذللة ارجع وجهك عن خطاياي وكل آثام محها قلب مقدس نخلق فيها يا الله روح مستقيم جدد بداخلي لا ضرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني اعطني تهليل خلاصك بروح قيادي ثبتني أعلم الذين بلا قانون في طرقك وغير الأتقياء يعودون إليك نجيني من دمائن يا الله إله خلاصي يتهلل لساني بصدقك يا رب افتح شفتي ينشيداني بركتك لأمك لو أردت ذبيحة لكنت أعضي أيضا محرقات مشتعلة لم تصر بها ذبيحة الله روح منكسر قلب منكسر ومتذلل هذا الله لن يحتقر اعمل الخير يا رب بمسارتك لصهيون وأسوار يروسليم لتعد حين إذن سورة بذباء حن الحق صعيدة ومحرقات حين إذن يصعدون عجون عن المذبحك هللويا قدوسون الله قدوسون القوي قدوسون الذي لا يموت الذي من العذراء يولد ايرحمنا قدوسون الله قدوسون القوي قدوسون الذي لا يموت الذي صلب عنا ايرحمنا قدوسون الله قدوسون القوي قدوسون الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السموات ارحمنا المجدول الأبي والبن والروح القدوس الآن وكل وقت وإلى زمان الأزمنات أمين أيها الثروث القدوس ارحمنا أيها الثروث كل القدس ارحمنا أيها الثروث القدوس ارحمنا يا رب غفر خطيانا لنا يا رب غفر آثامنا لنا يا رب غفر تعدياتنا لنا يا رب افتقد مرضى شعبك شفهم من أجل اسمك القدوس آباؤنا وإخواتنا الذين ماتوا يا رب أرح نفوسهم أيها الذين بغير خطية يا رب الرحم أيها الذين بغير خطية يا رب عنا اقبل توسلاتنا لأن لك المجد والقضة والتقديس المثالث يا رب الرحم يا رب الرحم يا رب بارك أمين سلام لك نتوسل لك أيات القديسة الممتلئة مجدا العذراء في كل وقت والدة الله أم بخريستوس اصلي صلاةنا إلى ابنك الحبيب ليغفر خطينا لنا سلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي بخريستوس إلى هنا العذراء القديسة توسل للرب من أجلنا لعامل برحمة نفوسنا ويغفر خطينا لنا أيات العذراء مريم والدة الله القديسة الشفعة الأمينة لجنس الإنسانية تشفع من أجلنا أمام بخريستوس الذي ولتيه لكي نعمل لنا بمغفرة خطينا سلام لك أيات والعذراء الملكات الحقيقية سلام لفخري جنسنا ولدت لنا عمانويل نتوسل ذكرين أياتها الشفعة الأمينة أمام ربنا إيسوس بخريستوس ليغفر خطينا لنا نوعا لك يا أم النور الحقيقي نمجدك أيات القديسة وولدة الله لأنك ولتي لنا مخلصة كل العالم جاء وخلص نفوسنا مجدا لك يا سيدنا ملكنا بخريستوس فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصادقين ثبات الإكليسيات مغفرة الخطايا ننادي بثلوث القدوس الذي ولهوت واحد نسجد له نمجده يا رب رحم يا رب رحم يا رب بارك أمين حقا نؤمن بإله واحد الأب ضابط الكل الذي يصنع السماء والأرض المنظورات وغير المنظورات نؤمن برب واحد إيسوس بخريستوس ابن الله الوحيد المولود من الأبي قبل كل الأزمنة نور من نور إله حقيقي من إله حقيقي مولود هو غير مصنوع متساوم في الجوهر هو مع الأب الذي كل شيء صارب وسط به هذا الذي من أجلنا نحن الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدوس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عن أمام بانديوس بيلاتوس قبل الألم وقبر وقام من الأموات بليوم الثالث حسب الكتب صعد إلى السموات جلس عن يمين أبيه وأيضا يجيء بمجده ليحاكم الأحياء والأموات الذي مملكته بغير انقطاع نعم نؤمن بالروح القدوس الرب المحي الخارج من الأب نسجد لهن ومجده مع الأب والابن الذي تكلم بالأنبياء بإكليسية واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف بغسلة واحدة المغفرات الخطايا نترقب قيامة الأموات وحياة الزمان الذي يجي آمين قدوس 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 رب الجنود السماء والأرض ممتلئتاني من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله والأبي ضابط الكل أيها الثالث كل القداسة ارحمنا أيها رب أولها القوات الصر معنا أنا وليس نمعين بشهد إذن وضيقاتنا إلا أنت حل إغفر سامحنا يا الله على تعدياتنا التي عملناها بإرادتنا والتي عملناها بغير إراداتنا التي عملناها بعلم والتي عملناها بجهل الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا حسب رحمتك يا رب وليس حسب عدم أمانتنا تعالوا لنسجد تعالوا لنتوسل بخريستوس إلهنا تعالوا لنسجد تعالوا لنتوسل بخريستوس ملكنا تعالوا لنسجد تعالوا لنتوسل بخريستوس مخلصنا يا ربنا إيسوس بخريستوس كلمة الله إلهنا بشفاعة القديسة مريم وكل قديسيك احفاظنا والنمجد تمجيدا جيدا وارحمنا حسب إرادتك إلى الأبد الليل عبر نشكرك يا رب ونتوسل إليك لتحفظنا بهذا النهار ونحن بغير خطية وانقذنا فأتوسل إليكم أنا المقيد بالرب أن تمشوا حسب استحقاق الدعوة التي دعيتم إليها بكل تذلل لقلب ووذاعة وتأني محتملين بعضكم بعض بمحبة مصرعين إلى حفظ وحدانية الروح بالحزام الكامل الذي للسلام جسد واحد وروح واحد كما أيضا دعيتم برجاء واحد لدعوتكم رب واحد إيمان واحد غسلة واحدة واحد هو الله وابو كل أحد واحد أيضا هو ابن ويسوس بخريستوس الكلمة الذي تجسد مات وقام من الأموات باليوم الثالث أقامنا معهم واحد هو الروح قدوس معزي واحد بعينه أيضا هو بالهيبوستاصس الذي له خارج من الأب مطهر كل الخليقة معلمنا الناس جذر الثلوث قدوس بلوة واحد وطبيعة واحدة نصبح ونبارك وللأبد أمين صلاة باكر يوم الجمعة المبارك أقدموا لي بخريستوس مالكي وإلهي أرجو أن يغفر خطيائي من تراتي لي بذوفيد نبي بركته علي أمين احفظني يا رب لأني جعلت رجائي فيك قلت للرب أنت هو ربي إن صلاحي لا تحتاجه أظهر عجائبه للقديسين لذين بأرضه وعملا كل إراداته فيهم كثرت أمراضهم بعد هذا أسرع لن أجتمع في مجامعهم من دماء ولن أذكر أسماءهم بشفتي نصيب ميراثي وكأسي هو الرب أنت الذي سترجع ميراثي لي حبال قياس سقطت علي بالقابضين لأن ميراثي ثابت لي سأبارك الرب الذي فهمني حتى أيضا إلى الليل معلمتي كليتاي سبقت فنظرت الرب أمامي في كل وقت كائنا عن يميني لكي لا أهتز لذلك ابتهج قلبي وتهلل لساني حتى جسدي أيضا يكون برجاء لأمنك لن تبقي نفسي بالجحيم ولن تعطي قدوسك لنظر الهلاك طرق الحياة أريتني إياه املأني بهجة مع وجهك الحماس الذي بيمينك إلى النهاية ها الليل السماوات تتكلم بمجد الله صنع يديه الفضاء ينادي به النهار ينشد كلمة للنهار والليل يظهر علما للليل لا كلام هو ولا تكلم الذين لا يسمعوا صوتهم صوتهم خرج على كل الأرض وكلامهم وصل إلى نهاية المسكونا قرر مسكنه بالشمس وهي مثل عريس قارج من مكان عرسه تتهلل مثل جبار يجري في طريقه من نهاية السماء هو خروجها ومكان وصولها إلى نهاية السماء ليس الذي سيستطيع أن يختفي من حرارتها قانون ربي نقي مرجع النفوس شهادة ربي أمينة معلمة الأطفال حقوق ربي مستقيمة مبهجة للقلب وصية ربي منيرة من بعد منيرة العيون خوف ربي نقي كائن إلى أبد الأبد أحكام ربي أحكام حقيقية هي وبارة معا إرادات قلبه مختارة أكثر من الذهب والحجر غال الثمن وحلوة أكثر من العسل والشهد لأن عبدك سيحفظها وعندما يحفظها تعويض كثير من سيستطيع أن يفهم تعديات طهرني يا رب من خفياتي من الذين لا يخصون شفق على عبدك حين لا يده سيد علي حينئذ أتنقى وأتطهر من الخطيئة العظيمة يصير بمسرة كل كلامي فمي وتلاوة قلبي أمامك في كل وقت الرب هو معيني ومخلصي ها الليل او او يا من بشارة القديس يوحنس بركة علي يا أمين بالبدء كان الكلمة والكلمة كان كائنا عند الله وكان إلها هو الكلمة هذا كان كائنا من البدء عند الله كل شيء صر بوصدده وبغيره شيء لم يصر بالذي صار كانت الحياة هي التي فيه والحياة كانت نور الناس والنور أنار بالظلمة والظلمة لم تقدر أن تلحق به كان إنسان إذ أرسل بوصدد الله اسمه هو يهو حنس هذا جاء الإشهادة لكي يشهد للنور لكي كل أحد يؤمن بوصدده ليس هو نور لكن لكي يشهد للنور كان كائنا النور الحقيقي المنير لكل إنسان يدير العالم كان كائنا بالعالم والعالم صار بوصدده والعالم لم يعرفه جاء للذين له الذين له لم يقبلوا الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصلوا أبناء إله المؤمنا باسمه الذين ليسوا من دم ولا من إرادة جسد ولا من إرادة إنسان لكن الذين أولدوا من الله والكلمة تجسد وصار فينا ونظرنا مجده مثل مجد بن وحيد عند أبيه ممتلئ نعمة وحقا يهو حنث شهد عنه واتف قائلا هذا هو الذي قلته الذي يجيء بعدي سبقني لأنه كان سابقا عني لأننا كلنا أخذنا من امتلائه نعمة عواضا عن نعمة لأن القانون أعطي بواسطة مجسيس النعمة والحق صار بواسطة إيسوس بخريستوس والمجد لله دائما أيها النور الحقيقي المنير لكل إنسان يجي إلى العالم جئت إلى العالم من محبتك للإنسان كل القريقتي تللت بمجيئك خلصت آدم من إغرائح وحررتها من أوجاع الموت أعطيتنا روح البنوة مسبحين مباركينك مع ملائكتك قائلين المجد للآب والابن والروح القدوس عندما يدخل علينا مقتب باكر يا بخريستوس إلى هنا النور الحقيقي لترشغ فينا حواس النور ولا تغطينا ظلمة الأهواء لكي نسبحك عقليا يا ضافيد هاتفين تجاهك وقائلين سبقت فاصل عينها واقتباك للتلاوة بكل كلامك سمع صوتنا حسب رحمتك العظيمة نجل أي رب إلهنا حسب رأفاتك الآن أكل أقتناز من أزمنتي أمين أنت أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يمجدونك يا والدة الله السماء الثانية لأنك هي الزهرة النقية بغير التغير والأم الباقية عذراء أمن الأب أختارك والروح القدوسة ظل لك إما الله جاء تجسد منك توسل إليه ليخلص العالم الذي خلقه فينجيه من التجارب لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك لنا وكل وقتنا لزمان الأزمنتي أمين لنسبح مع الملائكة مجدا لله بالأعلى وسلاما على الأرض ومسارة بالناس نسبحك نباركك نخدمك نزجد لك نظهرك نتكلم بمجدك نشكرك من أجل مجدك العظيم أيها الرب الملك الذي على السماوات الله الأب ضابط الكل الرب الابن الوحيد إيسوس بخريستوس والروح القدوس أيها رب الله حمل الله ابن الأب حامل خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبل توسلاتنا أيها الجيل سعني يميني أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا ربي إيسوس بخريستوس والروح القدوس مجدا لله الأب أمين سأباركك يوما فيوما سأبارك اسمك القدوس للأبد وإلى أبد الآبد أمين من الليل روح بكرت إليك الله لأنها أنوار هي أوامرك على الأرض كنت أتلو على أرقك لأنك أعانتني صباحا يا رب اسمع صوتي باكرا أقوم أمامك أيها رب إله القوات الكائن قبل الأزمنة والذي سيدوم للأبد الذي صنع الشمس نورا للنهار وليلة راحة لكل جسد شكرك يا ملك الأزمنة أنك جعلتنا نعبر هذا الليل بسلام وجئتها بنا لابدء للنهار لذلك نتوصل إليك يا سيدنا ملك الأزمنة ليشرق لنا نور حقك وأنر علينا بنور علمك الإلهي صيرنا أبناء للنور أبناء للنهار لنعبر هذا النهار بطهرة وحق وتدبير جيد ونكمل بقية حياتنا بغير عثرة بالنعمة ورأفات ومحبة الإنسان التي لابنك رحيل إيسوس بخريستوس ونعمة روحك القدوس الآن وكل وقت ولا بد كل أبد أمين يا مرسل النور لينطلق الذي شمسه تشرق على الحقانين والظالمين الذي صنع النور المنين والمسكون أرن قلوبنا يا سيدة كل أحد ونعملانا بهذا النهار الصائر لنرضيك فيه وحسن من كل ما هو رديء وكل خطية وكل قوة مضادة وبخريستوس إيسوس ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع روحك القدوس المحي المتساوي في الجوار معك الآن وكل وقت وإلى بد كل أبد أمين ارحمنا يا الله أيها المسجود له والممجد في كل وقت وكل ساعة بالسماء وعلى الأرض بخريستوس إلى هنا الصالح المتأني وذل رحمة الكثيرة وذل رأفة كثيرة محب الحقانين ومعاملة برحمة الخطاء الدعي كل أحد إلى الخلاص من أجل عيد الخيرات المرتقبة أنت يا رب قبل توسلاتنا بهذه الساعة قوم حياتنا العمل وأمريك قدس أرواحنا طاهر أجسادنا قوم أفكارنا طهر نياتنا ونجل من كل حزن رديء وغم أحطنا بملائكتك المقدسين لكي نحفظ فنقاد بمعسكرهم لنصل التحدي مجدك غير المحسوس لأنك مبارك إلى الأبد آمين إلهنا هو ملجأنا وقوتنا معيننا هو بشدائدنا التي وجدتنا جدا لذلك لما خاف حين تهيج الأرض وتنتقل الجبال بقلب البحار هاتفت وهاجت المياه هاجت الجبال بقبضته مجار النهر تجعل مدينة الله مبتخجا طهر مسكنه العالي والله لن يهتزى بوسطها يعين وجهها أضلا هاجت أمم مالت ممالك أعطى صوته اهتزت الأرض الرب إله القوات كان معنا قابلنا هو إله يعقوب تعالوا لتنظروا أعمال الرب العجائب التي قررها على الأرض الشافية حروبا إلى نهاية الأرض يسحق قوسهم ويكسر سلاحهم دروعهم أيضا يحرقها بالنار تفرغوا واعلموا أنا هو الله أتعالى بالأمم وأتعالى على الأرض أرب إله القوات كان معنا قابلنا وإله يعقوب هللوا هللوا يا كل الأممي صفقوا هللوا لله بصوت تهليل لأنه عالي الرب ومخيف ملك عظيم هو على كل الأرض شعوب أخضعها لنا وأمم تحت أرجلنا اختارنا ميراثة بهاء يعقوب الذي أحبه صعيد الله بتهليل والرب بصوت بوق رتلوا لإلهنا رتلوا رتلوا لملكنا رتلوا لأن الرب هو ملك كل الأرض رتلوا بفهم لأنه ملك الرب على كل الأمم جلس الله على عرشه المقدس رؤساء شعوب اجتمعوا مع إله إبراهيم لأنهم تعالوا جدا القديسون الذين لله على الأرض هلللوا من بشارة القديس يوحنس بركة علي أمين حينما يجيء المعزي الروح قدوس الذي الأبو سيرسله باسمي هو الذي سيعلمكم كل شيء وسيذكركم بكل ما قلته لكم سأترك سلامي لكم سلام أنا سأعطيكم ليس كما العالم يعطيكم سأعطيكم لا تهج قلوبكم ولا تكتئب سمعتم أني قلت لكم سأذب وأجيء إليكم لكنتم تحبوني لكنتم فرحتم لأني سأذب إررب لأن أبي أعظم مني والآن قلت لكم قبل أن يصير لكي حين يصير تؤمن لن أقول كلاما كثيرا معكم لأنه يجيء رئيس هذا العالم ولا شيء له فيا لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي كما أصاني أبي أعمل وهكذا قوموا هيا نخرج من هنا أنا هو شجرة العناب الحقيقية أبي هو الفلاح كل غصن فيه الذي لن يثمر سيقطعه وكل الذي سيثمر سيظهره لكي يثمر أزيد من قبل أنتم أطهار بسبب الكلمة التي كلمتكم بها صيروا فيي وأنا أيضا بكم والمجد للأي ذامن روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلميذك القديس نرسلك المكرمين بالساعة التاسعة صباحا هذا لا تنزع مني الصالح لكن جدد بداخلنا قلب مقدس نخلق فيه الله روح مستقيم جدد بداخلي لا تضرحني عواجك وروحك القدوس لا تنزع مني المجد للأب والابن والروح القدوس أي يا رب الذي أرسلت روحك القدوس على تلميذك القديس رسلك المكرمين بالساعة التاسعة صباحا هذا لا تنزع من أهو الصالح لكن نتوسل إليك اللي تجدد بداخلنا يا ربنا إيسوس بخريستوس ابن الله الكريمة روحا نبويا وعفيفا روحا قداسة وصدق وقيادية أيها القادر على كل شيء لأنك ومنير نفوسنا يا منير كل إنسان يجيء إلى العالم الرحمنا ألا أنا وكل أقدر زمال الإزمانة أمين يا وليدة الله أنت هي شجرة العنب الحقيقية التي حملت عنقود الحياة أنت هي نتوسل إليك أيها الممتدة نعمة المعروس من إجنة نجاة نفوسنا مبارك رب إلهنا مبارك رب يوميا وعيد طريقنا لنا إله خلاصنا ألا أنا وكل أقدر زمال الإزمانة أمين أيها الملك السماء والمعنز روح الحق الكائن بكل مكان والمألو الكل كنز الصالحات والمحي تفضل تعالى سكن فينا وظهرنا من كل ذنسا أيها الصالح ونجي نفوسنا المجدر الأبوال ابن روح قدوس مثلما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام تعال أيها نسكن معنا ونقذ نجي نفوسنا ألا أنا وكل أقدر زمال الإزمانة أمين حينما نقف بهيكلك المقدسين عدوا مثل الواقفين بالسماء يا وليدة الله أنت يا بوابة السماء افتح لنا باب الرحمة يا إله كل رأفة ورب كل شجاعة الذي شجعنا حسب كل وقت بشجاعة روح قدوس نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة بذي الساعة المقدسة هذه التي سكبت فيها نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين والهانئين مثل ألسانة نار نتوسل ونتضرع إليك يا محب الإنسان قبل صلواتنا ورسلنا هذه النعمة التي لروحك القدوس وظهرنا من كل درس الجسد والروح وانقلنا من الداخل إلى هدوء روحي لكي نمشي بالروح وشوات الجسد لنكملها وصيرنا مستحقين أن نخدمك بطهرة وحق كل أيام حياتنا لأن المجد والكرامة والقبضة تتليق بك مع بك الصالح وروح قدوس الآن وكل وقت أنا بد كل أبد أمين صلاة الساعة السادسة من يوم الجمعة المبارك أقدم علي بخريستوس ملكي وإلهي أرجو أن يغفر خطاياي من تراتيل أبي ضافيض النبي بركته علي أمين الكائن بمعونة العالي يستريح تحت ظل إله السماء يقول للرب أنت هو قابلي ما الجائي إلهي سأجعل رجائي فيه لأنه ينجين من فخ الصياد ومن كلمة مهيجة يغلل عليك بوسط كتفيه واجعل رجائك تحت أجنحته يحيطك حقه مثل سلاح فلا تخاف من خوف للليل من سهم طائر بالنهار من شيء ماشي بالظلمة من سقطة وشيطان ظهير يسقط عن يسارك آلاف وعشرات آلاف عن يمينك أنت لن يستطيع الاقتراب منك ولكن تأمل بعينيك وتعويض الخطات انظروا أنك يا رب هو رجائي وضعت العال يا ملجأك لا شرور تجيء عليك وضربة لن تقترب من مسكنك لأنه أوصى ملائكته من أجلك ليحفظوك في كل طرقك يحملونك على أيديهم لألا تُعثر بحجر قدمك دُس على حية وملكية واسحق أسدا وتنينة لأنه جعل رجائه فييا سأنجيه سأستره لأنه عرف اسميه يتضرع إلي وأسمعه سأكون معه بضيقة أنجيه وأمجده طول عمر أشبعه وأره خلاصي هالنيل او او يا الرب ملكا لبسا بهاء الرب لبسا قوة وتمنطقا بها لأنه ثبت المسكونة هذه التي لن تهتز معد عرشك من البدء ومن الأزل أنت هو قامت أنهار يا رب تعالى صوتها من صوت مياه كثيرة عجيبة هي أمواج البحر عجيب الرب بالأعالي شهاداته صارت أمينة جدا واجبة لبيتك الطهارة يا رب إلى أيام بعيدا هالنيل او او يا من بشارة القديس متئوس بركته علي يا أمين لما نظر الجماهير صعف على الجبل ولما جلس جاء عليه تلاميذه ولما فتح فمه كان يعلمهم قائلة هنيئون فقراء الروح لأن لهم هي مملكة السماوات هنيئون الحزان الآن لهم هم الذين سيتوسل إليهم هنيئون الودعاء لأنهم هم الذين سيرثون الأرض هنيئون الجيع ولا عباشر الحق لأنهم هم الذين سيشبعون هنيئون الرحماء لأنهم هم الذين سيرحمون هنيئون القديسون بقلبهم لأنهم هم الذين سينظرون الله هنيئون عامل السلام لأنهم هم الذين سيدعون أبناء الله هنيئون الذين طوردوا من أجل الحق لأن لهم هي مملكة السماوات هنيئون أنتم حينما اردونكم ويحتقرونكم ويقولون كل شر فيكم مفترين عليكم من أجلي افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم هو بالسماوات لأنهم هكذا طاردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم هم ملح الأرض إذا الملح فسد بماذا سيملح هو لا يقدر على شيء إلا ينطرد ويتدوس عليه الناس أنتم هم نور العالم لا يمكن لمدينة أن تختفي وهي كئنة على جبل ولا يقدون مصباحا ليضعوه تحت مكيال لكن يضعوه على منارة ويمير لكل من يسكن بالبيت هكذا نوركم ليونأت أمام الناس لينظروا أعمالكم الجيدة في مجدوا أباكم الذي بالسماوات ولم يجدوا لذا من أبدينا مين أيها الذي بيوم الجمعة وبوقت الساعة الثانية عشر ظهرا سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرى علي أيدا بالفردوس مازق وثيقة خطيانا بخري السوس إلى ناجنا أنا هاتفت إلى الله ورب سمعني يا الله اسمع صلاة ولا تهمل تضرعي تنبأ إلي وأسمعني بالمساء وباكر نقطة ظهر أنشد وأتكلم وأسمع صوتي ويخلص نفسي بالسلام المجد الأبوال ابن والروح قدوس يا إيسوس بخريستوس إلهنا الذي سمرت على الصليب بالساعة الثانية عشر ظهرا قتلت الخطيئة بالخشبة وأحييت الميت بموتك أي الإنسان الذي صنعته بيدك لما مت بالخطيئة اقتل أهوأنا بألامك المخلصة المحية وبالمسامير التي سمرت بها إن قد عقلنا من ضرر الأعمال الضينية والشاوات العالمية انقذ داخل ذكر أحكامك السمية حسب رأفاتك الآن وكل وقت وإلى زمان الأزمنة آمين ليست لنا آية فرصة بسبب خطيئنا الكثيرة لأنها بسببك يا والدة الله العذر تصير دالة لنا عند الذي ولتيه لأنها كثيرة يا شفاعاتك قديرة ومقبولة أمام مخلصنا أية الأم ناقية لا تهجر الخطاط بشفاعاتك عند الذي ولتيه أنه حق الرحيم لأنه القادر على نجاتنا أنه حقنا الذي تألم من أجلنا لكي ينقذنا لتسبق وتلحقنا سريعا رأفاتك لأننا افتقرنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجلس مك يا رب نجي نغفر خطيئنا لنا من أجل اسمك القدوس ألا ناقل وقتنا لزمان الأزمنة يمين عملت خلاص بوسط الأرض يا بخريستوس إلهنا عندما مذدت يديك القدوستين على الصليب لذلك كل الأمم تهتف المجد لك يا رب المجد الأب والابن والروح قدوس نسجد لهيئتك غير الهلكة أيها الصالح طالبين مغفرة خطيئنا بخريستوس إلهنا أنك حقا بإرادتك سررت أن تصع على الصليب لتنقذ الذين صنعتهم من عبوديات العدو نهتف دجاك شاكرينك لأنك ملأت الكلاب بفرح أيوان مخلص لما جئت لتعين العالم يا رب المجد لك ألا ناقل وقتنا زمان الأزمنة أمين أنت هيئة والممتلئة نعمة يا والدة الله العذر نسبحك لأن بواسط ذي صليب ابنك سقط الجحيم وبطل الموت كنا أمواتا وقمنا وصرنا مستحقين الحياة الأبادية وأخذنا بهجة الفردوس الأول لذلك نمجده بشكر قاقوي بخريستوس إلهنا نشكرك يا سيدنا ضابط الكل أبا ربنا وإلهينا ومخلصنا إيسوس بخريستوس ونمجدك لأنك وضعت ساعات ألم ابنك الوحيد للصلاة والتشريع قبلت والسلات رمح عن وثيقة خطيانا المكتوبة علينا كما مزقتا بهذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد إيسوس بخريستوس ربنا الذي به حللت كل قوة العدو وعطينا وقتا مضيئا وعمرا بغير عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك قدوسا مزجود له فنقف أمام المنصة المخيفة والصادقة التي لابنك الوحيد إيسوس بخريستوس ربنا بغير رميا في الحكم فنمجدك مع كل قدسيك أنت الأب الذي بغير بداية والابن المتساوف الجوهر معك وارروح قدوس المحي الآن وكل وقت وإلى أبد كل الأباد آمين صلاة الساعة التاسعة من يوم الجمعة المبارك أقدم ولب خريستوس مليكي وإلهي أرجو أني أغفر خطأي من تلاتي لأبي ضوفي النبي بركة عيامي أحببت أنه سيسمع الرب صوتات والسلحي لأنه أمال أذنه إلي وبأيامي تضرعت إلي لأنها أمسكتني أوجاع الموت وشدائد الجحيم هي التي وجدتني ضيقة وغم هما الذان وجدتهما وتضرعت إلى اسم الرب يا رب نجي نفسي رحيم هو الرب وحقاني وإلهنا يرحم حافظ الأطفال هو الرب تذللت ونجاني ارجع يا نفسي إلى مكان الراحة الذي لك أن الرب عمل الخير لي ونجى نفسي من الموت وعيني من دموع ورجلي من الانزلاق أرضي الرب أمامه ببلد الأحياء ها الليلة آمنت لذلك تكلمت أنا تذللت جدا أنا قلت باندهاشي كل إنسان كاذب بماذا سأعوض الرب من أجل كل ما أعطاه لي أخذ كأس خلاص فأتضرع إلى اسم الرب سأعطي نذوري للرب أمام كل شعب مكرم أمام الرب موت قديسيه يا رب أنا وعبدك أنا وعبدك وابن عبدتك قطعت قيودي سأذبح لك ذبي حتى بركتين فأتضرع إلى اسم الرب سأعطي نذوري للرب بساحات بيت الرب أمام كل شعبه بوسط يرسلي هالليلو من بشارة القديس لو قص بركته علي أمين ولما رجع الرسل كلموه عن الذي عملوه وحملهم معه دخل على انفراد وحده مدينة ددع بالصيدة الجماهير لما علمت كانوا يذبعونه ولما قبلهم كانوا يكلمهم عن مملكة الله والمحتاجون أن يشفوا كان يشفيهم النهار كان بدأ يميل لما جاء ليل 12 قالوا له ترك الجماهير لكي يذهبوا إلى القرى المحيطة والغيطان ليستريحوا فيجدوا ما يؤكل لأننا نكون هنا بمكان صحراء قال لهم اعطوهم أنتم ليأكلوا هم قالوا ليس أزيد من خمس خبزات عندنا وسمكتين إلا نحن لنذهب ونشتري أطعام لكل هذا الشعب كانوا حوالي خمسة ألاف إنسان قال لتلميذه ليقعدوا حسب مكان خمسين في المكان وعملوا هكذا ليقعدوهم كلهم لما أخذ الخمس خبزات والسمكتين لما نظر إلى السماء وهو يباركهم وقسمهم وكان يعطي تلميذه ليضعوا أمام الجمهير وأكلوا وشبعوا كلهم وحملوا الذي زاد عنهم اثنتين عشرة قفة كسر ممتلئة والمجد لله دائما أيها الذي ذاق الموتى بالجسد وقت الساعة الثالثة عصرا من أجلنا اقتل حواسنا الجسدية يا بخصص إلهنا ونجنا توسلوا ليقترب أمامك يا رب فهم من حسب كلمتك يدخل أمامك تكريم من حسب كلمتك حيني المجد للأبوة بن روح قدوس أيها الذي أعطى الروح بيدي الأبل لما علقت على الصليب وقت الساعة الثالثة عصرة قدت لص المعلقة معاك لأداخل الفردوس لا تنسني أيها الصالح لا ترذني لكن طهر نفسي أنا نفهمي واشركني فانا ما أسرارك غير المائتة لكي حين أذوق عملك للخير أدخل لك بتسبحة بغير سكوت مشتاق إلى بائك أكثر من كل شيء يا بخريستس إلهنا نجينا الآن وكل وقتنا للزمن للزمنة أمين أيها الذي ولدت من العذراء من أجلنا وحمدت الصليب أيها الصالح قتلت الموت بموتك وظرت القيامة يا الله لا تهجر الذين صنعتهم بيديك إذن محبتك للإنسان يا صالح وقبل توسلات والدتك من أجلنا نجي يا مخلصنا شعبا متذللا لا تهجرنا إلى الآخر ولا تسلمنا إلى النهاية لا تفرق عهدك لا تنزل رحمتك عنه من أجل أبرهب حبيبك وأسحق عبدك وإصر القديسك الآن وكل وقت نازم نزمتي آمين لما نظر للصئر رئيس الحياة على الصليب قال لو لأما المعلقة معنا إله هو إذا تجسد ما كانت الشمس ستغيب أشعاتها ولا كانت الأرض ستتزلزل هائجة لكن أيها القادر بكل شيء والحامل كل شيء اذكرني يا رب حين تجيء ومملكتك المجدر الأبوال ابني والروح القدوس أيها الذي قبل اعترافا للصعر الصليب اقبلنا أيها صالح نحن الساقضين تحت حكم الموت من أجل خطيانا نظروا خطيانا معه معترفين بلاهوتك هاتفين تجاهك معه معنا نذكرنا يا رب حين تجيء ومملكتك ألا ننقل أقتنى لزمان الأزمنة أمين لما نظرت الأم إلى الحمل والراعي مخلص العالم معلقا على الصليب قالت باكية فالعالم يفرح لأنه خلص أحشأي تحترق وأنا أنظر إلى تعليقك الذي صبرت عليه من أجل الكل يبني وإلهي يا الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا إيسوس بخريستوس الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نذرع إليك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا على الاهتمام الحيوي والشهوات العالمية إلى داخل ذكر أحكامك السمائية اكمل لنا محبتك للإنسان أيها الصالح ولتقبل أمامك في كل وقت صلاة الساعة الثالثة عصر أمامك ومنحنا أن نمشي حسب استحقق الدعوة التي دعينا إليها لكي حين نخرج من هذا الجسد نعدى مع الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد إيسوس بخريستوس ربنا فننانا رحمة ومغفرة لخطيانا وخلاصا مع خورس القديسين الذين أرضوك حقا من الأزل إلى الأبد آمين صلاة الساعة الحادية عشر من يوم الجمعة المبارك أقدم علي بخريستوس ملك وإلهي أرجو أن يخفر خطاياي من تراتي لأبي ظفيد النبي بركة علي آمين هنيء كل من يخاف الرب الماشون في طرقه كل من ثمرة أتعابك إهنأ والخير يصير لك امرأتك تماثل شجرة عنب مزهرة في جنب بيتك أبنائك مثل غروس زيتون جديدة محيطون مائدتك ها ها كذا يبارك الإنسان الخايف يباركك الرب من صهيون وانظر صالحاتي روسليم كل أيام حياتك انظر أبناء أبنائك السلام على إسرائيل ها الليل كل من يكره صهيون ليصير مثل عشب سطح الذي ينشف قبل أن يقتلع الذي لم يملأ يده منه الحاصد ولا الذي ملأ حضنه جامع الحزم ولم يقل العابرون بركة الرب عليكم بركناكم باسم الرب ها الليل من بشارة القديس الوقت بركة علي أمين قاموا من المجمع دخل بيت سمعون حمات السمعون كانت عندها حرارة عظيمة بها وكانوا يتوسرون له من أجلها ووقف بوقها انتهر الحرارة وتركتها في الحال قامت خدمتهم لما الشمس غربت كل من عندهم مريض بأمراض كثيرة متنوعة أحضره إليه هو لم وضع يده على كل واحد منهم شفاهم كانت تخرج شياطين أيضا من كثيرين هاتفين وقائلين أنت وابن الله وكان ينتهرهم لم يتركهم أن يتكلموا لأنهم كانوا يعرفونه أنه هو بخلستوس والمجد للأذامنا بذينامين لو كان الحقاني بصعوبة سينجو بأي شكل سأظهر أنا هو الخاطئ ثقل النهار وحرارته لم أستطع أن يحتملهما بسبب إنسانية الضعيفة لكنك يا الله رحيم عدني مع أهل الساعة الخامسة مساء لأني بأثام حملبي وبخطايا أمي اشتاقت لي لذلك لا أستطيع أن أتضلع إلى فوق إلى السماء لكن سأتكل على رحمتك الكثيرة ومحبتك للإنسان هاتفا قائلة يا الله أغفر لي أنا والخاطئ وارحمني المجدر الأب والابن والروح قدوس إسرعي والمخلص اللي تقبلني بالحظن الأبوي لأني قطعت حياتي بالتبذيل والشهوات وعبر عني اليوم ومضى هو ذا الآن سأتكل على رأفتك الكثيرة غير المقطعة لا تبعد عن قلب ذليل محتاج رحمتك لأني أهتف تجاهك يا رب بخوف أنا أخطأت أيها الأب بالسماء وأمامك ولست مستحقا أند عليك يا ابنة لكن عاملني مثل أحد من أجرائك الآن كل وقت ولا زمان الأزمنة آمين لأني أخطأت بتنبه ورغبة قلب ووقعت بكل خطيئة بشوق واشتاد واستحق كل عذاب وحكم أعدي لأسباب التوبة أيها السيدة العذراء لأني أتوسل إليك وأتضرع إليك شفاعة وأنت وحدك أهتف تجاهك لتساعدني بشفاعة لا كي لا أخذ وقبل ما روحي تخرج مني كوني معي ومشورة الأعداء اهزمها وأبواب الجحيم اغلقيها لكي لا أبتلع أي أتور عروسة بغير عيب للختان الحقيقي من بشارة القديس الوقس بركته علي أمين كان يتوسله واحد من الفر يسيوس لكي يأكل معه ولما دخل بيت الفر يسيوس قاعد وها هو ذا مرأة التي كانت خاطئة بالمدينة ولما علمت أنه قاعد ببيت الفر يسيوس أخذت عاء عطر من ألبسطر ولما وقفت وراءه عند رجليه باكية بدأت تبول رجليه بدموعها وأزالتها بشعر رأسها وكانت تقبل رجليه وكانت تدهنهما بالعطر لما نظر الفر يسيوس الذي دعاه قال داخله قائلا لو نبيا هو هذا كنا سيعلم من هي ومن أي شكل هي هذه المرأة التي لمسته أنها خاضية وأجاب أيسوس قال له سمعون عندي كلمة أقولها لك هو قال له يا معلم قل قال يوجد اثنان مدينان لداء الأول كان خمسمائة ساتر عليه الآخر كان يوجد خمسون عليه لم يوجد عندهما ليسدده سامح الاثنين فمن فيهما سيحب أزيد أجاب سمعون قائلا أظن الذي سامحه بالأزيد هو قال له حكمت مستقيمة ولما تحول إلى المرأة قال لسمعون انظر هذه المرأة دخلت بيتك لم تغسر رجليه هذه بلت الرجليه بدموعها وأزالتها بشعرها لم تقبل فمي هذه هي منذ دخلت بيتك لم تهدأ عن تقبيل الرجليه لم تده رأسي بزيت هذه هي دهنة الرجليه بعطر لذلك أقول لك خطاياها الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت جدا الذي يغفر قليل له يحب قليل قال لها خطياك مغفورة لك وبدأوا يقولون في داخلهم القاعدون من هو هذا الذي يغفر أيضا خطايا قال للمرأة ذهبي بسلام إيمانك هو الذي نجاكي والمجد لله دائما امنحني يا رب آبار دموع كثيرة كما أعطيت سابقا للمرأة الخاضئة وصيرني مستحقا أن أبول رجليك هتين لتين حرارتان من طريق الظلال فأدخل لك بعطر غالي الثمن فأقتنل يا عمر النقيا بالتوبة لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحة إيمانك هو الذي نجاك المجد الأب والابن روح قدوس حينما تنبه لأعمال الخبيثة الكثيرة فيجيء على قلبي فكر تلك المحاكمة المخيفة تمسكني رعشا سألجأ إليك يا اللهم حب الإنسان لا تحول وجهك عني متوسلا إليك أيها الذي بغير خطية وحدك إن عملنا سيبائسة بخشوع قبل الآخرة ونجني ألا أنا وكل وقت نزمي للإزمنة أمين السماوات تسبحك أيها الممتلئة العروسة بغير الزواج نحن أيضا مجدولا ذلك غير المتكلم عنها يا ولد الله تشفعي من أجل نجاة نفوسنا شكرك يا سيدنا الرؤوف أنك أعطيت أن نعبر هذا النهار بسلام وجئت أبنى الأغروب بشكر وجعلتنا متساوين في نظر النور إلى الأغروب اقبل تمجيذنا الذي صار الآن ونجينا من حين المضاد وابطل كلها في خاخه المعمولة لنا ونعمل لنا بهذه الليلة أيضا التي يججئ بسلام من غير ألم ولا هاجان ولا تعب ولا خيالات لنعبرها أيضا بسلام وعفة ونقف للترنيم والصلوات في كل وقت وبكل مكان ممجدين اسمك القدوس بكل شيء مع الآبي غير المستطاع إذراكو والذي بغير بداية وروح قدوس المحي والمتساوف الجهور معك الآن وكل وقت وإلى أبد كل الآبات آمين صلاة الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة المبارك قدموا لي بخلستوس ملكي وإلهي أرجو أن يغفر خطيئي من تراتي لأبي ضافيد النبي بركة علي آمين بارك ربا لأنها جيدة ترتيل ترضي إلى هناء المباركة بانير سليم هو الرب متفرقوا إسرائيل الرب سيجمعهم المنقذ المنكسين بقلبهم وحازموا كل كسورهم الذي يعد نجوما كثيرة ويسميها كلها عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته ولا عدد لفهمه الرب الذي يقبل الودعاء يذل خطاة إلى الأرض ابدأوا أولا للرب بإظهار رتلوا لإلهنا بقيثار المغطي السماء بصحب المعد مطرا للأرض المنبت عشبا على الجبال وخذرة لخدمة الناس ومعطي طعام البهائم لها ولصغار الغربان الهاتفة تجاهه لن يريد بقوات الخيل ولن يسر بساقي الإنسان سيسرب بخائفه وبالجاعلين رجاءهم في رحمته هالليلوووووية يا يرسلين بارك رب باركي لك يا صيون بأنه قوى أقفال بواباتك وبارك أبنأك فيك الذي وضع حدودك في سلام ومشبعك بشحم القمح مرسل كلمته إلى الأرض بسرعة تجري كلمته المعطي ثلجا مثل صوف الساكب الضباب مثل رماد ورام الجليد مثل قطع من سيستطيع أن يقف أمام برده سيرسلوا كلمته وستحله ستهبوا ريحه وستسيلوا مياه المنشد كلمته لعقوب حقوقه وأحكامه لإسرائيل لم يعامل هكذا كل أمة وأحكامه لم يظهرها لهم هالليلووووووية من بشارة القديس لوقس بركاته علي أمين وهوذا كان يوجد إنسان بيروسليم اسمه سمعون وهذا الإنسان هو حقاني خائف مترقب تشجيع إسرائيل وكان يوجد روح قدوس كائن عليه وكان أخبر ابوحي له بروح قدوس أنه لا ينظر الموت قبل أن ينظر بخريستوس الرب وجاء بالروح للهيكل وعندما دخل بالصبي إيسوس أبواه ليعمل له حسب وجب القانون وحمله على يديه سمعون وبرك الله قائلة الآن يا سيدي ستترك عبدك بسلام حسب كلمتك لأنهما نظرت عيني نجاتك التي أعدتها أمام كل الشعوب نورا منكشفا لأمم ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد للهي دائما ها أنا مستعد لأقف أمام الحاكم الحقيقي خائفا ومرتعدا من خطايا الكثيرة لأن العمر المنقطع بالأشواق يستحق الحكم لكن تبيى نفسي مدمت كائنة في الأرض لأن التراب بالقبر لا يسبح ولا يوجد أحد بالموت يذكر الله ولا يوجد شيء بالجحيم يشكره هل تستيقظي منه من الكسر وتضرعي لمخلصي بتوبة قائلة ارحمني يا الله خلصني المجد الأب والابن والروح قدوس لو كان العمر دائما وهذا العالم غير منقطع لصار لك يا نفسي سبب ظاهر لكن حين تنكشف أعمالك الرديئة وشرورك قبيحة أمام الحاكم الحقيقي بأي شكل ستقعين وأنت على سرير الخطايا مطروحة وبمذلة الجسد متكاسلة يا بخريستوس إلهنا بسبب كرس حكمك المخيف يا أرتعب وبسبب شعلهوتك أرهب أنا هو سيد البيت والدنس النائم على السرير المتكاسل بحياتي لكن سأتمثل بالعشار خابطا صدري قائلة اغفر لي لأني خاطئ الآن وكل وقت نزم الأزمنة أمين هي تلعظ رأو غير الدنس أعينيني أنا هو عبدك واجعل الأفكار رديئة تبعد عني وإيقظ نفسي لصلاة وسهرها لأنها كانت تنعسو بنوم ثقيل أنك أم قوية ورحمة ومساعدة أم بئر الحياة ملك والله إيسوس بخريستوس ورجائي من بشارة قديس الوقت بركة علي أمين لا تخاف أيها الرعية الصغيرة لأنه سر أبوكم أن يعطيكم المملكة بيعوا ممتلكاتكم تصدقوا بها اصنع لكم محافظة لا تقدم كنزا غير منقضع بالسماوات المكان الذي لا سارق يقترب منه ولا سس يهلكه لأن المكان الذي كنزكم فيه يصير هناك قلبكم أيضا لتصر أجدوذة أوساطكم ومصابيحكم متوهجة وأنتم أيضا تشبهون أناس المترقبين سيدهم متى سينفكوا من العرس لكي حين يجيؤوا ليخبط في الحال يفتحون له هنيؤون أولئك العبيد الذين حين يجيؤوا سيدهم يجدوهم ساهرين أمين أقول لكم أنه سيشتد فيقعدهم ويقف ويخدمهم إذا جاء بالثانية إذا جاء بالنوبة الثالثة فواجدهم يعمرون هكذا هنيؤون أولئك العبيد هذا أعلمون أنه لو كان سيد البيت يعلم أن بأيتي ساعة يجيء السارق كان سيسهر ولن يتركه هو يقتحم بيت وأنتم أيضا استعدوا لأن بالساعة التي لا تعرفونها يجيء ابن الإنسان قال بطرس له يا رب قلت هذا المثل لنا أم قلته لكل أحد وقال الرب من إذا هو المؤمن المدبر والحكيم الذي سيده سيدركه على عبيده ليعطيهم طعام بوقته هنيؤ ذلك العبد الذي حين يجيء سيده يجده عاملا هكذا الحقيقة أقول لكم حينما يقول ذلك العبد رديء بقلبه سيدي سيبطئ بمجيئه فيبدأ يضرب العبيد والعبدات ليأكل فأشرب ويسكر سيجيء سيد ذلك العبد باليوم الذي لا يتوقعه وبالساعة التي لا يعرفها وسيفرقه بوسطه ونصيبه سيضعه مع غير المؤمنين والمجد الله دائما بعين رحمة يا رب تظل على ضعفي لأن بعد قليل ستموت حياتي وبأعمال ليس لي خلاص لذلك أتوسل بعين رحمة يا رب تظل على فقري ونجني المجد الأب والابن والروح قدوس مثلما كائن الحاكم موجود اهتمي نفسي واستيقظي وافهمي تلك الساعة المخيفة لأنه لا رحمة بالمحاكمة للذي لم يعمل الرحمة لذلك اشفق علي أيها المخلص أنك ومحب الإنسان وحدك الآن وكل وقت وزم الأزمنة أمين يا بوابة الحياة العاقلة يا والدة الله المكرمة نجي الذين لجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نجد ولادتك المقدسة بكل شيء من أجل نجاة نفوسنا تفضل يا رب أن تحفظنا بهذا اليوم ونحن بغير خطية مبارك أيها رب إله أبائنا متزيد بركة ممتلئ المجد نسمك القدوس إلى الأبد أمين لتصل رحمتك علينا يا رب كما نجعل رجائنا فيك لأن عيني كل أحد تجعل رجائها فيك لأنك الذي ستعطيهم طعامه بوقته اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء نهاية كل الأرض أنت يا رب حفظنا نجينا انقذنا منه من هذا الجيل الأبد أمين مبارك يا رب علمني حقوقك مبارك يا رب فهمني حقوقك مبارك يا رب أنر لي حقوقك يا رب رحمتك كائنة للأبد أعمل ذلك يا رب لتهجرها أنك صرت لنا ملجأ من جيل لنجيل أنا قلت يا رب رحمني انقذ نفسي لأني أخطأت إليك يا رب لجأت إليك نجني علمني مشيئتك لأنك وإلهي كائن عندك بئر الحياة بنورك يا رب ننظر نورا لتجئ رحمتك العارفيك حقك للمستقيمين بقلبهم واجبة لك البركة واجب لك التسبيح لا يقوم بك التمجيد أيها الأب والابن والروح قدوس الكائن من البدء والآن وإلى الأبد الأبد أمين جيد إظهار للرب أن يرتل الاسمك العالي الإخبار برحمته الصباحة وحقه ليلة يا رب كل الذي أخطأنا إليك بهذا اليوم إن بالعمل أو بالكلمة أو بالفكر أو بكل الحواس سامحنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب للإنسان ونعم لنا يا الله بليلة سلمية ونوم نقي ورسلانا ملاكا للسلام ليحسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تربة للعدو بالنعمة ومحبة الإنسان التي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا إيسوس بخريستوس هذا الذي بواسط به المجد والكرامة والقبضة يليقون بك معه مع الروح قدوس المحير المتساوف في الجوهر معك الآن وكل وقت وإلى أباد كل الأباد أمين صلاة نصف ليلة يوم الجمعة المبارك وقدموا لي بخريستوس ملكي وإليه أرجو أن يغفر خطاياي من تراتي لعبي ظافيد النبي بركته علي آمين حكمت وعدلت لا تسلمني إلى أيدي الذين يظلموني اقبل عبدك لخير لألا يفتري علي المهملون عينا ينقطعت وراء خلاصك وكلمة حقك عامل عبدك حسب رحمتك وحقوقك علمني إياها أنا هو عبدك فهمني وسأعلم شها ذاتك الوقت هو للعمل الرب فرقوا قانونك لذلك أحببت وصاياك أكثر من الذهب والحجر الكريم لذلك وقفت تجاه كل وصاياك كل طريق لظلمك رهت المجد لك يا محب الإنسان عجائب هي شهاداتك لذلك فحصتها نفسي أعلان كلامك ينير لي ويفهم الأطفال فتحت فمي وسحبت لي روحا لأني كنت مشتاقا لوصاياك تطلع علي وارحمني حسب حكم محب اسمك قوم خطواتي حسب كلمتك ولا يتسيد علي كل إثم خلصني من كذب ناس وأحفظ وصاياك وجهك لينر على عبدك وحقوقك علمني إياها عيني عبرتا في المخرج الذي لمياه بسبب أنهم لم يحفظوا قانونك المجد لك يا محب الإنسان أنت حقاني يا رب ومستقيم حكمك أوصيت بصدق وحق جدا أي شهاداتك الغيرة على بيتك حلتني لأنهم نسوا وصاياك أعدائي مصفات كلمتك جدا وعبدك أحبها أنا صبي محتقر حقوقك لم أنس حقك حق وإلى الأبد وكلمتك حقاني ديقة واحتياج واللذن وجداني وصاياك يا تلاوتي حق يا شهاداتك إلى الأبد فهمني وأحيا المجد لك يا محب الإنسان من بشارة القديس متئوس بركته علي أمين حينئذ تشبه مملكة السماوات عشر عذارة اللاء أخذنا مصابيحهن خرجنا لاستقبال العريس فكانت خمس غبيات منهن وخمس حكيمات لأن الغبيات لما أخذنا مصابيحهن لم يحملنا زيتا معهن الحكيمات حملنا زيتا بقواريلهن مع مصابيحهن لما أبطاء العريس نمنا كلهن ونمن لما نصف الليل صار صوت صار هوذا العريس جاء قمنا خرجنا لاستقباله حينئذ قمنا كل أولئك العذارة وزيرنا مصابيحهن قلنا الغبيات للحكيمات أعطينا لنا من زيتكن لأن مصابيحنا سنطفئ جبنا الحكيمات قائلات لألا لا يكفينا معكن اذهبنا بالأكثر إلى البائعين واشترينا لكن لما ذهبنا ليشترينا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب أخيرا جئنا بقية العذارة قائلات ربنا ربنا افتح لنا هو جاب قائلة الحق أقول لكن لا أعرفكن فاسهروا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة والمجد الله دائما هالعريس يجيء بنصف الليل هنيئن العبد الذي وجده مساهرة الذي سيجده متناسيا غير مستحقا أن يمشي معه انظر يا نفسي لا تثقلي نوما لألا تقفي في خارج المملكة لكن استيقظي واهتي في قدوس أنت يا الله من أجل ولدة الله ارحمنا المجدر الأب والابن والروح قدوس افهمي يا نفسي ذلك اليوم المخيف واستيقظي أو قديم صباحك بزيت التهليل أنك لا تعلمين متى سيجيء لك الصوت القائل ها هو ذا العريس انظر يا نفسي لا تنامي لألا تقفي خارجا وتخبطي مثل الخمس العذار الغبيات لكن استيقظي وتضرعي لكي تلاقي بخريستوس الرب بزيت سنين فينعم لك بالعرس الحقيقي الذي للهوته الآن أكل أقتنى لزمان الأزمنة آمين يا والدة الله العذراء السور غير المهدوم ابطل أنت مشورة المضادين وغم عبيدك رجعيه فرحا سوري مدينة ودافع ملوكنا وتشفع عن سلام العالم أنك ها رجاؤنا يا والدة الله أيها السيد ربو إيسوس بخريستوس ابن الله الحي والكائن من الأبد آل العقلان لنفم كلامك المحي وأقمنا من عتمة الخطية القاتلة للنفس وصيرنا مستحقين أن نستقيم عندما نعمل الخير وبوقت مجيئك لتحاكم العالم ولنستحق أن نسمع ذلك الصوت الممتلئ فرحا قائلا تعالوا يا مبارك أبي رثوا المملكة المعدة لكم من إنشاء العالم نعم يا رب قوم لنا أن نصير بتلك الساعة بغير خوف وبغير ميلان وبغير اهتزاز ولا تخجلنا بسبب أثامنا الكثيرة لأنك وحدك هو الرؤوف المتأني ذو الرحمة الكثيرة بشفاعة سيداتنا كلنا والدة الله القديسة مريم وكل خرص قديسيك آمين من بشارة القديسي وحنس بركته علي آمين لما المساء صار نزل إلى البحر تلميذه ولما صعدوا إلى السفينة كانوا يعبرون البحر إلى كفر نحوم وكانت العتمة من قبل صارت ولم يكن جاء إليهم إيسوس البحر كان يقضى وتهب ريح عظيمة فلما ابتعدوا حوالي 25 ستاذيون أو 30 نظر إيسوس ماشيا على بحر ومقتربا من السفينة خافوا هو قال لهم أنا ولا تخافوا فكانوا يريدون أن يحملوه معهم في السفينة وفي الحال السفينة جاءت إلى الشاطئ إلى الأرض التي كانوا ذهبين إليها في الغد الجمهور الذي كان واقفا على ظفة البحر الأخرى نظروا أنه لا سفينة أخرى هناك إلا واحدة وإيسوس لم يصعد إلى السفينة مع تلميذه لكن تلميذه هم الذين ذهبوا وحدهم جاءت سفن أخرى من تيبريادوس عند المكان الذي أكل الخبزة فيه التي شكر عليها الرب والمجدر العظامة أنت يا رب عارف يقضت أعدائي وضعف طبيعاتي تعلمه يا خالقي لأنها سأضع روحي بيديك وظلل علي بأجنحة ضيبتك لكي لا أنا من الموت أنا العينة يا بعظمة كلامك أقمني في كل وقت لتمجيدك لأنك صالح وحدك ومحب الإنسان المجدر الأب والابن والروح قدوس مخيفة محكمتك يا رب مجتمعة الناس واقفة الملائكة وتفتح الكتب والأعمال تنكشف والأفكار يطلب الدفاع عنها أيات محاكمة ستصير لأنا المقيد بالخطية من سيطفي عني لهي بالنار من يجعل ظلمتات نير إن لم ترحمني أنت يا رب لأنك رؤوف على الناس الآن وكل أقتنى لزمن الأزمنة أمين يا والدة الله لو كنا وثقنا بك لن نخزى لكن سنخلص ولو كنا اقتنين معونتك وبساطتك أيات القديسة النقية الكاملة لن نخاف لكن سنطارد أعداءنا لنفرقهم إذ أخذنا لنا سترة معونتك القديرة بكل شيء مثل درع ونتوسل ونتضرع صارخين إليك يا والدة الله لكي تنجينا بواسرة توسلاتك فتقيمنا من النوم المظلم إلى داخل التمجيد بقوة الإله الذي تجسد منك أيها سيد رب إيسوس بخريسوس إلى هنا اعطينا نياحا عندما ننام نياحا لأجسادنا وظهرة بنفوسنا واحفظنا من ظلمة عتمة الخطية لتسكن اهتزازات الأخواء لتنطفئ حرارة الجسد ابطل قيام الجسم امنحنا عقلا ساهرا وفكرا متذللة وصيرة حسنة ممتلئة فضيلة وفراشا غير دنس وسديرا نقية وأقمنا لترنيم الليل والصباح ممسكين بوصياك وثابتين دائما بذكر محكمتك انعم لنا بتمجيد كل الليل لنبارك اسمك القدوس الممتلئة مجدا وكل بهائن مع أبيك الصالح وروح قدوس المحي الآن وكل وقت وألي أبد الآباد آمين أخيرا يا ربو بشفاعة القديس العذراء مريم وكل خرس القديسين سمعنا حينما نقوله بكل شكر پاتري منو انتيس ورانيس أجيستيط تونو ما سو أجيستيط تونو ما سو ألثيط يواسيليا سو جنيفيط تونو ثلوا ما سو أس انو رانو كيب إغيس تونار توني من توني بيسين دو سمين سميرون كي أفه سمين та أفلوا ما تا يمون أس كيبه إمين تس أفلوا ما سمين كيبه إسن كيبه إس إمان إسفيرازمون ألاري سيبه إمان أتوى من رو ان خرسطو اسو تو كريو امون او تيسو استين اي وسيليا اي ديناميس اي دوكسا اي ستو سيونس امين